والعمد والنظارات والشرطاية والسلاطين بأي يزول بيكون عنده ملف أي يزول لما بيجي بنور ناسه يا جماعة قال آي نحن وقعنا سلام ما قاله وقعه سلام طيب إت وقعت سلام في جوبة آي طيب نرتد كيف الليلة مرشن ناس قاعدين صح إت وقعت سلام في جوبة لسا في ناس صاب بنا دي شنو إتما أناته ما في سلام يعني هل أنه سلام يكون في مللط وماشي قدام برضو ناس مللط وماشي قدام برضو ما اسم السلام ده ما عميم كله عشان نقوم في عمام الأمر الواقع عشان ما نغطنه نظم الناس يعني حتى الناس بداية المرشن وغيره ده السلام برضو في ناس ما خشن في السلام ده سلام حقيقي السلام الحقيقي ده بيجي من وين تبني النسيجة الاتماعي الصح بني النسيجة الاتماعي يجب عليك أنك لازم تعرف كيفية النسيجة الاتماعي تربط من جديد النسيجة الاتماعي التي تقطع السنين ده كلها انت لازم تربطه صح لازم تبدأ من البيس الحتاتة لأجره ما ممكن تذهي تلفه كل يوم تلفه بس والمدة فيه ده ما الغرغرينة عشان ما يعمل غرغرينة لازم تجي بحلول جزرية لحل قضايا السودان كويس حل قضايا السودان يجيب عليها ده بالنسبة ليه للحركة عننا حل تعمل السلام ولا ما حل تعمل السلام نحن أصحاب السلام لكن دارين سلام العادل لجمهورية السودان دارين سلام أي إنسان يلقى نفسه فيه سلام ما فيه يخصى لحد أي فرد في السودان ده واقف قال أنا والله اندي راي منقول له تعال رايح شو تعال ورينا ممكن كلام نحن منقول له قل له ما معشي صح لكن كلامك قدته ممكن يقول يعني بسه ما حنستاتر بذول ليه لأنه عنده لما نجيك عمر أو نجيك صالح وترفضه العدو بالشي صالح ده بيدربك به تالي دي نحن ما دايلنا ما دايلنا في جيش تحرير السودان جناه دكتور الريح رؤيتنا للشعب السوداني لازم تكون واقحة للشعب السوداني وكل يوم والتاني حنكون معاكم من أورى الصفحة بتاعة الحركة عشان أي حاجة عندك أي سؤال الصفحة دي أكتب أسأل زي ما أنت دايل في ناس بيردوا لك ليلا ونحارا ليلا ونحارا وعيادين مفتوحة لكل الناس لكل الشعب السوداني لكل من دايل نضم للحركة مرحبه ليلة الحركة ما حبزول اسم جيش تحرير السودان سميناها جناه دكتور الريح لأنه جيش تحرير السودان تعريف وليس ملكا لدكتور الريح عشان دي برضو ناس لازم تعريفة قويس لكن الحركات كترت دا العنوان حقها فقط لكن هي حركة لجمهورية السودان وحدفها الأساسي نحن نما الناس عملت خلافات الخلافات عشان ما تكون في خلافات ما تكون في إخصاء لحد دايرين لأنه لهم مش يجد بملف جوبة ها الروح حال دي لأسي كنا أسي اللي لهم مش يجدهم انت شكتم هم الناس في جوبة وقعوا ومواقفهم بي أفطاطهم لأنه لأنه ما في حاجة هم ما عندهم ظلم مش عورهم لسه متخوفين يبقى أنه إحنا دا دايرين نعالجه دا لازم نعالجه ولو في أي اتفاقية في أي دولة تانية مرحب إحنا ما بنقول لكن دايرين أول حاجة الاتفاقية تتم في نفس السودان كله في السودان كله ما دار فور لوحدها سودان كله أي حتى فيها مشكلة نحن الآن مكاتبنا مفتوحة في كل الولايات وهنتكلم بصوت السودان وليس بصوت دار فور لوحده لكن ربط النسية الاتماعي واجب في كل منطقة التمام ممكن قعدت مع الناس وما قعدت مع الليجان وما قعدت مع الناس الساكنين في الأرض داير مشكلتكم شونه داير تحلها كيف هتحلها مع منويتها كما شد لحمدوك حمدوك على حلها حمدوك بوقي ما أقورك لكن حمدوك ما قاعد مع النازل في الحلها انت فاهم القصة بكرة بعد بكرة تلفزيون السودان ذاته ما بيشتغل بالموضوع دا انت شاب الإخصاء الحسي حاليا يعني حتى لو انت الإخصاء موجود حتى في العلام بتاع التلفزيونات يعني في ناس حركات معينة بتتكلموا عليه فده ما شعنا لنحنا اتا في علامك جيب الزولة داير تجيبه لكن نحن في الأرض نحن دارين نبني في الأرض ما عندنا نقضية نحن اللي بنجبرك إتا بتجينا بشنو؟ بالأكل انت فاهم الكلام دا؟ بالمين يعني منقلك أنك إتا بتجينا ليه؟ لأنه إحنا دارينك ليه لأنه دارين نبني معك إحنا بنجيك ومنطرح لك ومنشورك عشان أنا وإتا كلنا نخط يدينا مع بعض نبني دولة نبني دولة حقيقية دولة إتا بتلقى نفسك فيها أنا بلقى نفسي فيها بكرة لما ولدك يتخرج وبنت تتخرج كلهم أي واحد بلقى نفسه في المراية بتاعت الدولة دي والبخلق أنك إتا بنتك تقرى جامعة وبالتانا ما تقرى جامعة شمع؟ البخلق أنك إتا ولدك يقرأ واللدي ما يقرأ شمع؟ إقى الظلم صح؟ آي دارين دولة الفيدرالية الفيدرالية دي شفتها إتا في الحلة حلتكم دي فيها كم؟ والله فيها خمسين بيت حسنا قل فيها عشرين بيت عشرين بيت زراعة وزراعة حصد طفول في السنة دي برغم أن السيول دي ربنا إن شاء الله يجرى الأمطار دي أمطار خير وبركة والسيودان الآن مضطر من السيول والأمطار نجي نحنا إتا حلتك دي طلع مية شوال بتاعت عش صح؟ عندك حاجة الحصة بتجي بشيلة منك المحلية صح؟ لمشيلة منك تطلع بتاع الزكاة حقك وبتاع الحلة يقعد والمحلية تديك زيادة لحد ما تكتفي ذاتيا لماذا؟ دي بناء دي الفيدرالية كده انت ماشي بيتها تقدمونه إتا عندك أيتام عندك أرامل عندك ناس مزرعوا العشدة أو لقونا ناس الحلة بدل إشيله وقل لك والله يا قبيت دوان الزكاة الرعصة بالخرطوم تلقى المخازن المدج دي كده والأمكبوت بيأكل والناس بموتوا جوعا دي شنو؟ دي الدكتاتورين نحن مدارين دي الدولة دي الدولة في داخل الدولة ولما نقول دولة في داخل الدولة دي الدولة دي ما عندها جبيلة لما تجي تعاين للطفيلية تدمر الجمهورية السودان فيها من كل نسيج الاتباعي السوداني الطفيلية ما عندها جبيلة ولا عندها لون معين الطفيلية دي موجودة من كل الأبعين لما تجي تعاين للطفيلية هي في الحركة الإسلامية لما نتكلم في طفيلة الحركة الإسلامية ليس بنعني بها الإسلام بنعني بيها من الناس اللي بيسموا نفسه بالحركة الإسلامية وما عندهم علاقة بالدين لأنه الدين ما بيخال لك أنك إنت تقتل والدين ما بيديك حقا أنك إنت تصدم والدين ما بحقا ده كله موجود وإنتوا شايفين أكبر يحصل ده إيجا معناته ده الحتة الوحيدة الدين ذاته دار تصحيح تصحيح ما سر الناس تعجلت به ده إن رجع دين الله في خطه الناس تعرف الدين ذاته هو شو ما معنى الدين هل أنا قلت تتكلم في الدين وشعبك بيموت طيب إنت ما تطبق الدين عشان تطبقه عدي أعيزه الفيدرالية موجودة في القرآن الفيدرالية حينما تتكلم عنه هذه موجودة في القرآن لأن القرآن عدي أعيزه الحبه ما ناته دين فيدرالية إنت لازم تطبقه لو دار تطبق الدين تطبق الفيدرالية تد أعيزه الحبه ما تصدمه يبقى دين فيدرالية تد تسمع رأي أي إنسان تدعه قول رأيه دي الفيدرالية الفيدرالية في الدين عشان انت تفهم والكلام ده احنا ان شاء الله هنعمل محاضرات كثيرة جدا في الميدان وهنعمل خيام في الميدان عشان الناس تقدر توضح ما معنى الفيدرالية هي شنو الفيدرالية ذاته شنو الفيدرالية موجودة في الدين العمة بتالي المساعدين المفروض يتكلموا ويقولوا احنا الدين دين فيدرالي قد اعيزوا لحقه قد المرأة حقا دي الفيدرالية اتفاهم القصة دي لكن لا أبدا الحيطة دي ناس قادمينجات يقول لك لا لا الناس الفيدرالية دي لا سألنا الفيدرالية ما مدرج فيها ظلم لما تقولي الفيدرالية مプتدي أييزوا الحقه م感zet إييزوا الحقه دي الفيدرالية ما في ظلم بتصدمه والناس بتكون مساوية في الدولة ما في ظلم ما في دا عبيد أولا دا أسود ما في دا قريباً لو ما دا ما عندو قريباً لو دي ابقى دا ما كلام الدين كده طيب ما نشيل دا نحن ما أنه أحسن من دفي ما في يبقى عنه لازم نتفك لازم نتفك بعد ذلك نمشي للمركز نمشي للمركز نحن ناس فعلا صح اتفقنا لما نمشي للناس ديال في المركز نطالف نحن نتفك قبل ونمشي للمركز الحكم بتانا دارينه كيف في عقليم حقكم الدولة كله ونما نعمل الكلام ده بينطبق في كل السودان الولايات دي كلها بتطالب بكلام واحد الفيدرالية ما نطر الفيدرالية دي الناس اللي في المنطقة ديال هم عندهم حكم ذاتي الولاية شنة حكم ذاتي ضنغلة حكم ذاتي عطبرة انتفاهم الولايات دي كلها نحر النيل مثلا عطبرة كل الناس دي شنوا حكم ذاتي حكم ذاتي دي تشبع تشبع من حق القزول هوي المركز دي يونسبة 20% بس ولا 10% وزاته 20% ليه مركز دي هيقض من كل الولايات دي 20% كثيرة لمدة كم سنة؟ 15 سنة الناس دي كلها مضررة كلها مضررة ما في زول ما مضرر الصادر دي هنشوفه يلا ندو نسبة الشركات الامريكية في الانتاج او في الاستثمار في السودان بالنسبة 80% ليه؟ لانه اتا امريكا لو عديتها هي الحصة الاكبر لانه هي بتكون هي الطمعانة عشان هي شنو تنتج بعد ذاك الوعودات تطلع من الشركات الامريكية للشركات التانية سواء كان اوروبية او شركات الصينية ليه؟ عشان انت ترفع احتصاطك انت ما تكون ضد امريكا قصة ما تكون ضدها نهائي ولا تكون ضد اي دولة انت تكون بمصطحة شعبك ما تكون ضد اي دولة ولا مصر اي ولا اي دولة انت تكون عندك مخابرات دولية بالشيء بمصطحة الشعب حقها كيف؟ تحافظ على النسيج الاتتماعي في الاقليم الاتفيو الاقليم المحلي والاقليم الدولي تحافظ عليه وتحافظ عليه هدودك نستفيد من القوات الحسية موجودة قوات الجيش وقوات الحركات المسلحة لازم يتم دمج كل القوات دي في داخل الجيش السوداني ويتم تعهيلها اسمها الكلام ده كويس يكون في مراكز حقيقية للقوات اللي بتجي دي يتم تعهيلها وبعد ذلك تكون في جرعات من اطباء نفسانيين الناس اللي بتجي من الهزة حاليا من حركات المسلح يكون في جرعات حقيقية محاضرات عشان يعملوا نسيجنوا اتماعي حقيقية ما يكون فيه قبن للجيش ذاته بعد ذلك الجيش يتدرب تاني كله ويتحيكل الجيش يداري مني استفيد منه الجيش لا يريد انه ما يصرف الجيش ذاته يكون عنده شغل عديد انه مرتب نجي نعمل الدولة دي ايز والسطرة الصباحية دي ساعتين للدولة او ساعة للدولة من كل مواطن سوداني كويس؟ فيبقى انه عشان نمشي لقدام يجب علينا نحن نعرف مشكلتنا شنو اسطر مشكلتنا انه كشعب سوداني لازم نعترف بمشكلتنا ولازم نحب وطننا سودانيتنا لازم نحبها ما نقلت برضه بقول الكلام ده ما نقلت ما نحاول احنا نقلت نقلت يعني مثلا انت مشاهد اي حتة بتشيل ثقافة البلد دي وبتلسى شنو بلدك خلينا نرجع لثقافاتنا ونرجع شنو لكياناتنا الحقيقية نعمل ربط نسيج اتماعي انا شاكر ومقدر لكم جدا تحياتنا لكم كتير وأتمنى من الله سبحانه وتعالى انه ربنا ان شاء الله وفقنا وربنا ان شاء الله يحاننا وليك الدام الدولة ان شاء الله تسعى الجميع والصورة مستمرة وتحياتنا لكم كتير والتهية لكل الرفقاء في داخل حرقة جيش تحرير السودان الجناح الأسكري والجناح المدني والتحية لكل الشعب السوداني بالداخل وبالخارج والتحية لكل أسرة الضحايا والتحية لبقاء عبادة جماعية في دارفور جبال النوبة النيل الأزرق وإن شاء الله يكون لنا اللقاء يعني يهام قريب إذا كان ما بيقى غدا أي يوم حنعمل له إعلان ونتمنى من الله أنه نقدر نقدم معكم وقت يعني وتقدروا تستفيدوا منه ولو في أي زول عنده أي رأي عندك أي حاجة خلي تعليقك موجود في اللايف عشان نقدر يكون في اللجنة بالتابع وأتمنى من أخواننا في لجنة العلام يتابعوا كل التغارير المكتوبة وفي ناس ألعان كتبت وأنا باحتزر لأي إنسان ما قدرت رديد له في ناس سعلت أسئلة جدا في اللايف أنا قاعد أشوف يعني في زول برضو سعل قال الحركة الإسلامية قال الحركة الإسلامية ببن العزمة في السودان والله يا أخي نحنا ده كله شوف الحركة الإسلامية قير حركة إسلامية عشان بس نحن نختصر نحن دارين نبني دولة حقيقية وذي طفيلية الطفيلية دي فيها حركة إسلامية وفيها أحزاب سياسية ما عندها عراقة ذاته بالإسلام كله كله دي طفيلية موجودة في السودان فيحنا ما نمسك جسم ونخلي جسم يجب أن نحن دارين ننظف الكلام ده كله وعشان نزرع الليلة الودار تزرع زرع لو ما نظفت قبل الخريف أو قبل الرشاش ما هتزرع لازم تجي تنظف تحرق الشوق تطلع الكلام ده كله عشان تجي تكون عندك اتماحي نفسك أنك السند اتدار تزرع بعد دي بتقدر تزرع لكن نحن دلو ما عملناه ما ممكن نزرع وما ممكن نجيب سلام يعني أنا ما عليش أنا طيلت عليكم كويس لكن إذا ما ما اتفقنا وخطينا الدينة مع بعض ونظفنا الطريق للسلام ذاته وجينا كلنا نخطينا الدينة مع بعض لا يمكن يجي السلام لأنه إذا وقعت السلام بتاعت ورق وجيت على أرض الواقع هتعمل شون مع المزارع والرحال هتكون في مشاكل برضو كتلني وكتلتو ودي حنحلها والدي حتكون برضو في حاجة ما قلتها الدي حتكون برضو عندنا لها رؤية عشان ما في ذول يجي يقتلزون يدوه عشر بقرات ولا أربين بقرات دي برضو هنجي نحلها الدي مثلا حتكون كم مثلا الدي للبني عدم السودان حتكون مئة ألف دولار أو مئتين ألف دولار عشان تعري ما في ذول بيقتلزون كنزول جرى قد لك كده دا تجري منه ليه لأنه في قانون ما في ذول بيقر بيقر لك بقره مئة ألف دولار كتيرة خلاص ما في ذول بيقر بيطاكتك عجاله وكل يوم يجيب لك دا الكلام الناس لازم تعرفون ودي حاجات مهمة جدا وأنا أتمنى أنه الدية في السودان تكون قالية عشان الموت الموت تساكد كتل من طرف طرف دا أي ذول بس بيطل يسكينه بطعن زول دي برضو لازم تتحلق والسلامة الحسية نحن جايرين فيه والنزع السلاح والحاجات دي إذا ما اتفقنا كلنا والقبائل الروحة الديل كلهم جو خطوا أبناء الروحة الخطوا يدينهم مع الناس وخشوا في اتفاقية ووقعوا لا يمكن تنزع السلاح السلاح ما بيتنزع ليه لأنه ما عارف أنت بتسويب شون اتجايب سلاحك لو ما وقع ماغة الاتفاقية وعرف أنك إنت حركتك بيكون كيف وناسك بيكون ما ممكن يسلم سلاح دي مشكلة فيه أربع مليون وشوية قطع في دارفور تأسي له فما فوق دي المعروفة كده وفما فوق انت فاهمت القصة دي فما فوق دخل لك من البلد الثانية فيجب علينا نكون نحن عندنا حب لوطننا ويعدينا مفتوحة بيضاء لكل الشعب السوداني ومواقعنا مفتوحة لأي يزول دار انضم للحركة ليلا ونحارا وبكل الأجسام الموجودة في السودان والتحية للمرأة السودانية أينما كانت والتحية للطفل السوداني والتحية لبقاء العبادة الجماعية والتحية لفتوات العبادة الجماعية الموجودين في جبال النوبة وفي دارفور أكثر من 2 مليون أو 3 مليون فتوة لحد هاسي ما لا أقل لهم زواج دي تقا برضو مشكلة في رقبتنا هنا دي لازم نلتفت لها والعرامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته